اشتركوا في القناة وعلم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللغة العربية أم ودود ولود وقد قيل إنها أم اللغات وعطاؤها لأخواتها من بنات سام لا يحد ولا يعد وأكثر من نصف الألفاظ العبرية هو عربي ولا غرابة في ذلك ولا نكارة كما أنه لا نكارة أن يقترض منها أبناء حام ألفاظا وجملا وصيغا وأساليب ولم يزل ذو اللغات المختلفة تتلقف آذانهم ما يروق لها وقد يشيع ذلك حتى يصبح لفظة في قاموس ذلك اللسان معروف الأصل أو منسية فإن آذان المستقبلين لما يسمعون تنفذ الألفاظ إلى أذهانهم من خلال آذانهم بلا استئذان ولا ينتظر أصحابها أن تأذن لهم المجامع فإن تعلقت الكلمات بمصلحة في حياتهم أو تجارتهم كانت ألصق من ريش على غراء ومن قار على جدار ولم تزل اللغة العربية على سعتها تأخذ وتعطي غير أنها تمتاز على غيرها بأمرين أحدهما أنها تعطي أكثر مما تأخذ والآخر أن ما تأخذه تحفظه على أنه دخيل عليها بحيث يدرك أهلها ويعرفون أصله وفصله وسر عطائها المدرار أنها لغة الإسلام الذي شاع في تلك البلدان ومنها أفريقيا فكان لسكان البلاد فيها انجذاب إلى هذا الدين الحق بكتابه وسنته وفي كثير مما يحتاجون إليه في عبادتهم ومعاملاتهم وعقودهم ألفاظ شرعية والقرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم منهم وكذلك الكلم الطيب النبوي وقد ظفرت ببحث نفيس للدكتور مصطفى حجازي عنوانه ظواهر صرفية مشتركة بين اللغة العربية والهوسة جمع فيه كثيرا من الأمثلة فقد كان للحراك الثقافي والدعوي أثر بالغ في تسلل كلمات كثيرة في أذهانهم واحتاج ذلك اللسان الأعجمي أن يقترض ألفاظا من العربية على ما هي عليه أو مع حذف أو زيادة أو إبدال لا سيما الألفاظ الشرعية نحو الله أكبر والحمد لله وإن شاء الله وكذلك العبارات الدالة على رسوخ حضارة الإسلام نحو بيت المال ودفتر الخراج والبحر المالح والبحر المحيط ومثقال ذرة وسلس القياد فهذه الألفاظ وغيرها كثير يلفظون بها كما هي في العربية بما يناسب لهجتهم وصوتهم أو مع تغيير يسير هذه لمحة من الرشح المسكي لابنة الضاد ولعلك أيها السائل توفي بالجمع والدراسة فتتحفنا بمن تهيت إليه وبالله التوفيق